بعد إعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني تأكد بشكل كبير أن الاقتصاد الإيراني سيبدأ بالغرق عيث قال ترامب أنه سيفرض أعلى مستوى من العقوبات الجديدة على إيران الرئيس الإيراني حسن روحاني أقر لأول مرة أن بلاده ستعاني من أزبة اقتصادية وسياسية حادة مع إلغاء الاتفاق النووي والذي تم معربا عن قلقه حيال تبعات ذلك على مستقبل النظام أزمات اقتصادية بدأت فعلا عبر هجرة روسي الأموال والانخفاض الكبير المحتمل للنقد الأجنبي في المصارف الإيرانية المتناقصة منذ العام 2016 الاقتصاديون أكدوا أن العملة الإيرانية ستهوي بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي وذلك مع إقبال الإيرانيين على شراء العملة الصعبة تخوفا من الاضطراب الاقتصادي القادم خصوصا مع تواصل الاحتجاجات العمالية في إيران بسبب الغضب الشعبي وهو يدل على عمق الأزمة الاقتصادية التي يعانيها وسيعانيها نظام الملالي في قابل الأيام أحمد القحطاني الإخبارية